ممكن تكون شفت المنحنة او الكيرف ده قبل كده او ده او ده او دول ولو انت كنت مش بتحب رياضيات فانا اسف ان انا بقلب عليك المواجهة يعني انا بحب رياضيات والكيرفز والمنحنيات دي بتساعدني ان انا نفهم الحاجات ده بشكل افضل ولكن فيه منحنة مميز جدا وبيتكرر بشكل كبير وللاسف احنا مش بناخد بالنا منه او نتعلم منه ده شكل نمو عائدات قبل على مدار السنين وده شكل القيمة السوقية لقبل على مدار السنين برضو ده عدد السيارات اللي تيسلا بعيدهم وده قيمة صعود سهم تيسلا في البورصة على مر السنوات ده شكل نمو ثروت وورين بافت وده شكل اخر برضو لنمو ثروت وورين بافت ده شكل زيارة عدد المستخدمين لفيسبوك على مدار السنوات ده شكل معدل الزيادة في التويتات اليومية على تويتر ده نمو استخدام الاندرويد على مدار السنين وده شكل نمو عدد المشتركين على دروس اونلاين على مدار السنين برضو وحاجات كتيرة جدا على نفس النمط ده بتاخد نفس الشكل ده والمنحنة ده اسمه exponential growth curve او منحنة النمو المتزايد او المتصاعد ويبطور الاقتصاد بيسموه هوكي سترك curve او منحنة عصا الهوكي لان عصاية الهوكي يبتوش بقي لحد كبير شكل المنحنة ده اللي هو ده خلانا نعرف ايه السر في المنحنة ده وزي انت تقدر تستغل الكيرف او المنحنة ده في تحقيق النجاح ايا كان النجاح ده بالنسبة لك ايه في الله فينا السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين نتمنى انك تعمل لايك وشير للفيديو علشان الجريثم تحبنا وتقترح الفيديو ده على عدد كبير من الناس ممكن تكون شوفت الصورة دي قدامك في السوشال ميديا او في اي مكان وهي بتعبر عن الواقع بشكل كبير ان الناس بتشوف الشخص اللي حقق ان نجاح ده ايا كان النجاح ده ايه ان الموضوع سهل وان الموضوع جي معك ده بالصدفة ولكن الحقيقة ان الموضوع صعب جدا وان الشخص ده تعب لحد ما حقق النجاح ده وتعريف النجاح هو بيختلف من شخص الآخر يعني لو حد عايز يخس وزن فوصوله للوزن المثالي ده بالنسباله نجاح لو حد عايز يحقق الاستقلال المادي فوصوله للمرحلة دي ده بالنسباله نجاح في حد عايز تعلم قدر معين او كرصات معينة فانتهاءه من الكرصات دي نجاح وايا كان تعريفك انت للنجاح ده فالمنحنة ده هو المنحنة اللي انت هتمشي عليه خليه نفهم ايه هو المنحنة ده بالضبط زي اي منحنة في العالم لازم يكون في محور افقي ومحور رأسي المحور الافقي بيمثل الاستثمار او المجهود او الطاقة او التعب اللي انت بتتعبه والمحور الرأسي ده بيمثل العائدات او النتائج او الحاجات اللي اتفرحك يعني في الحتة دي انت عمال تشتغل وتجيب اخرك وتتعب وتعافر ومفيش اي نتائج مفيش اي تغير ملحوظ على المحور الرأسي بتحس انك بتحرط في مياه ولكن رغم كده لازم تستمر ولازم تعافر لحد ما توصل للنقطة دي النقطة الحارجة اللي عندها كل حاجة بتتغير زي بالضبط لما تكون عايز تشرب كوبية شاي وتجيب البراد تملاية تحطه على النار وبعدين تعق جنبه شوية مش بيبان ان في تغير بيحصل على المياه على الرغم ان درجة حراراتها عمالة ترتفع لحد ما توصل لتسعة وتسعين وبعدين اخر درجة اللي هي مياه المياه بتبدأ تغلي ويبدأ يبقى في ايه عنف كده وبخار بيطلع وكل الحاجات دي هل الدرجة الاخيرة دي لوحدها هي اللي وصلت المياه لهذه الحالة ولا استمرار تعرض البراد لدرجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة هو اللي قدى ان درجة واحدة بتعمل الفرق بكل تأكيد استمرار تعرض البراد للنار هو اللي وصله لهذه الدرجة في حين ان احنا لو شلنا البراد وبعدين حطناه على النار وبعدين شلنا البراد شوية وبعدين حطناه على النار استحال ان هو يوصل لدرجة الغليان او هيوصل بعد فترة طويلة جدا فالاستمرارية هي اللي بتوصل المية انها تغلي الاستمرارية هي اللي بتوصل درجة حارات المية للنقطة الحارجة اللي عندها بتتحول من الحالة السائلة ديت للحالة الغازية ويبدأ يطلع البخار افتكر المثال ده قوي الاستمرارية الموضوع بيشبه بالزبط لما تكون سايق العربية بتاعتك وبتسافر من القاهرة الاسكندرية من جدة للرياض او من اي نقطة لأي نقطة فمن غير المنطقي انك لما تيجي تسوق تدوس شوية بنزين وبعدين فرامل بنزين تمشي شوية وفرامل كده المحصلة النهائية قد لا تكون موجودة اساسا بالاضافة ان المسافة المقطوعة مش بتدي للعربية المومنتم او عزم القصور الذات انها تتزايد في السرعة وتتصارع وفعلا توصل للنقطة اللي انت عايز تروحها بشكل اسرع يعني فكرة ان انت تخليك دايس على البنزين في نفس المدة هتقطع مسافة اطول بكتير من فكرة انك تدوس وفرامل تدوس وفرامل فدي اهمية الاستمرارية او الكونسيستنسي الموضوع بيجبه بالزبط لما تيجي تقصر طوبة انت بتضرب فيها كتير جدا لحد اخر ضربة لحد ما تتقصر هنا هل اخر ضربة دي هي اللي قصرت الطوبة لوحدها ولا التخبيط المستمر هو اللي ادى ان اخر ضربة هي اللي قصرت الطوبة فعشان توصل لاخر ضربة دي لازم تضرب لك مثلا خمسين ستين ضربة فكونسيستنسي الاستمرارية هي اللي هتوصلك للدرجة ان اخر خبطة هي اللي تكسر الطوبة شافتو مش عايزة تكسر لانيه فان فاكت شركتين من اكبر الشركات في العالم دلوقتي سبيس اكس وتيسلا كانوا علي وشك الافلاس وكانوا هيفشلوا فشلذريع يعني سبيس اكس الشركة بتاع السواريخ كان عندهم ميزانية يعملهم تجربة اطلاق اخيرة بعد 3 تجارب فشلة ولو التجربة الرابعة دي فشلت الشركة هتقفل ورغم كده ايلون ماسك عمل التجربة دي وغير شكل الصفر الى الفضاء الى الابد وكمان السواريخ دي بيقدر يعيد استخدامها مرة اخرى فقلل التكلفة بشكل اكبر فهي يعني حاجة مذهلة كذلك شركة تيسلا بتاع العربية القهربائية اللي هتغير شكل العالم حرفيا اذا لم يكن ده بيحصل بالفعل كانت برضو على وشك انها تفلس وتقفل بسبب اخطاء في عملية التصنيع ولكن رغم كده ايلون ماسك كمل واستمر لحد ما وصل لهذا النجاح المبهر المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية ان المعظم بيستسلم قبل ما يوصل للنقطة دي كلنا برضو شفنا الصورة دي وشفنا الشخص اللي كان على وشك انه هو يحقق هذا الثراء الفاحش ولكنه استسلم قبل الموضوع ده بخبطة ما تكونش زي الراجل ده خليك عنيد عافر استمر لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايز تحققها يتوصل يتوصل مفيش خيار اخر المايند سيدي او العقلية دي هي اللي هتوصلك فعلا للنقطة الحركة جورج برنارد شاو الكاتب المشهور بيقول برنارد شاو بيقول ان الشخص العقلاني بيحاول يأقلم نفسه على العالم الشخص غير العقلاني بيحاول يأقلم العالم على نفسه علشان كده كل التقدم اللي بيحصل بيتوقف على الشخص غير العقلاني فخليك غير عقلاني خلي دماغك جزمة قديمة زي ما يقولون اللي عندنا هنا في مصر انا عارف انه ممكن تكون حاسس ان الكلام ده اه تحميسي وكلام حلو وكل حاجة لكن في التطبيق الكلام ده مش عملي ولكن عن تجربة الكلام ده عملي جدا وحقيقي النجاح ما بيحصلش اللي كده الماينسيت بتاعت ان انت تخلي دماغك جزمة قديمة ديت او ان انت تعافر دايما ساعدتني في البداية ان انا كنت بحاول اصور فيديوهات يوتيوب بموبايل نوكيا 530 اكسبريس ميوزيك موبايل بحبه جدا شكله ازرق كده وجميل لكن ده طبعا منفعش كان عندي تابلت حاولت اصور بيه بس ما كانش عندي حامل احط عليه التابلت وكان هيقعي القصر فمنفعش والدي ما كانش راضي يسلفني 500 جنيه علشان اشتري كاميرا فاطريت ان انا بيع التابلت واجيب كاميرا هاند واجيب حامل والميزانية اللي بقية جابتلي ميكروفون بيكهرب فاطريت ان انا استخدمه في فترة طويلة اللابتوب كان بيسخن وبيفصل فاطريت ان انا استخدم تلجه علشان يخلص الرندر قبل ما يفصل في النص بعد محاولات كتيرة جدا ولولا كل الحاجات دي ما كنتش هوصل للمرحلة دلوقتي ان انا بصور بكاميرا سينما فالمعافرة المعافرة او المعافرة في هذه المرحلة هي اللي هتوصلك للنقطة اللي عندها كل حاجة بتتغير في مقولة انا مؤمن بها جدا اللي عايز يعمل حاجة بيلاقلها طريقة بيشوف حل ما بيهمتش اللي فعلا عايز يعمل حاجة فالاختبار اللي انت هتقابله هو هل انت فعلا عايز الحاجة دي ولا لا هو ده المشكلة كلها بمجرد ما توصل فعلا لا انا عايز اعمل كذا انا عايز احقق كذا جواك رغبة ملتهبة علشان تعمل الحاجة دي هتلاقي طريقة وهتلاقي حل سؤال مهم جدا وهو امتى هتوصل للنقطة دي الحقيقة وبدون اي مجاملات محدش يعرف ممكن تحصل بدري عما انت متوقع ممكن تتأخر شويتين ممكن تحصل بالصدفة والموضوع ده حصل معي كتير جه بالصدفة او زي ما كنت متخيل انه هو حصل بالصدفة ولكن الحقيقة ما فيش حاجة بتحصل بالصدفة الصدفة اللي انا كنت مفكرها صدفة ما كانتش هتحصل لو انا ما كنتش موجود في المكان اللي الصدفة دي حصلت فيه او زي ما وضي قلن المخرج والممثل المشهور جدا بيقول 90% من النجاح هو انك تحضر انك تبان انك تظهر انك ما تفوتش الحاجة دي ايا كان كان كورس ان كان سمينار ان كان ايفنت ان كان اونلاين ميتنج ايا كان الحاجات دي 90% من النجاح متوقف على انك تحضر انك تاخد المبادرة بس وكن موجود هناك طبعا يعني 90% رقم كبير شوية او قد يبدو انه مبالغة ولكن في الحقيقة حاجات كثيرة جدا حصلت لاني كنت موجود بس فان فاكت لما في مزيع سأل محمد علي الملاكم المشهور انت بتعمل كم ضغط فمحمد علي قال له ستة او سبعة فالمزيع قال له يا عم انت بتضحك علي يا لأ بجد يعني كم ضغط قال له لا والله يعني ستة او سبعة لاني ما ببدأش اعد الا بعد ما اوصل لمرحية ان انا مش قادر العب ضغط هنا ببدأ اعد الاسرار ده والعقلية دي والمعافرة دي هي اللي خلت محمد علي محمد علي وفي نفس الوقت محمد علي كان بيقول انا بكره كل لحظة بقضيها في التمرين ولكن عارف علشان احقق النجاح ده لازم ادفع التمن وقد كان فكن مستعد انك تدفع التمن لو انت عايز تحقق النجاح في اي حاجة فلما تلاقي حد تحقق النجاح اي ان كان النجاح ده بالنسبة لك ايه فكن على يقين ان هو دفع التمن والتمن ده في كتير من الاحيان او في كل الاحيان بيبقى تمن غالي جدا فلو انت عايز تنجح زيه كن مستعد انك تدفع التمن الخلاصة ان الاستمرارية هي السبيل الوحيد لتحقيق اي حاجة المثابرة والاستمرارية رغم الصعوبات هي السبيل اللي يخليك توصل للمقطة اللي عندها كل حاجة بتتغير ما تعتلش don't give up ما تستسلمش لان انت ممكن تكون بتستسلم هناه قبل النقطة بخطوة واحدة زي ما قلنا ان عند درجة حرارة 99 ما فيش حاجة ساعة ما بتوصل لمية الدنيا بتشقلب والمية بتعود تغلي وبتفور وتعمل الحوارات دي كلها فkeep going man استمر حتى لو مفيش بارقة امل استمر ويا وصلنا لفكرة الكووت والكووت بتاع النهاردة من ايلون ماسك بيقول when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor الاستاذ ايلون ماسك بيقول لو اي شيء هو مهم بالنسبة لك بشكل كافي هتعمله حتى لو كل الاحتمالات ضدك حتى لو كل القراء بتقول لك يا ابني ما تعملش الكلام ده اللي انت بتعمله ده شيء غلط هتعمله لو هو مهم بالنسبة لك يعني ايه هي نسبة نجاحك في تحقيق الشيء اللي انت نفسك تحققه يعني في الغالب نسبة ضعيفة جدا تكاد تكون معدومة ولكن رغم كده لو انت عفرت وعنت ومرضتش ابدا انك تستسلم جسوات هتحقق اللي انت عايز تعمله فاخيرا يعني زي ما بنقول عندنا في المصر كده خلي دماغك جزمة قديمة لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايز تعملها لحد ما توصل للنقطة ده وبالمناسبة التيشرت ده عليه خصم دلوقتي فالرابط في وصف الفيديو شكرا على المشاهدة انا اتمنى ان الفيديو ده يكون شجعك وحمسك ودك شحنة حلوة كده تخليك تكمل لحد ما توصل للنقطة ده سلام عليكم